بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ننير بصائرنا وأن نلهمنا رشدنا وأن يجعلنا من أهل القرآن القائمين بحقه العاملين بما جاء فيه المصدقين المؤمنين بهذا الكتاب ومن نزل عليه هذا الكتاب العظيم أيها الإخوة الأكارم الأفاضل يستمر هذا اللقاء في هذا الشهر الكريم شهر الخير من بلدي البركة بجوار هذا المسجد وهذا البيت الهدى والقبلة والمثابة للناس أجمعين هذا البيت الذي من عنده انطلقت الرسالة الخاتمة ومن عنده بعث النبي الخاتم سيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من عند هذا البيت كانت بداية دخول هذه الأمة في التاريخ إثر دعوة مستجابة من نبيين كريمين بدعوة صالحة منهما كانت تلك الدعوة حال رفع قواعد هذا البيت كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فهذه الأمة كانت ولادتها في التاريخ بهذه الدعوات المباركات من خليل الله إبراهيم عليه السلام وهو يرفع قواعد البيت ومن نبي الله إسماعيل وهو يساعد والده الخليل إبراهيم في رفع قواعد البيت وفي هذا الشهر الكريم وفي ليلة الخامس والعشرين منه كانت أيضا فيه تحقق ولادة هذه الأمة وكان ذلك ببداية نزول الوحي على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي تنتمي إليه هذه الأمة الخاتمة خير الأمم وآخر الأمم أمة رسول الله وخليل الله محمد صلى الله عليه وسلم ففي شهر رمضان تحقق هذا الأمر بنزول تلك الآيات المباركات في صدر سورة العلق وهذا ما يكون بإذن الله عز وجل وقوفنا في هذا الشهر الكريم مع هذه السورة الكريمة تدبرا ودراسة وفهما بحسب ما ذكره أهل العلم وعلماء التفسير حول هذه الآيات المباركات في هذه السورة العظيمة سورة العلق وكون هذه السورة بل أقول ومقدمة هذه السورة الآيات الأولى منها هي أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول جماهير أهل العلم وكما ثبت بذلك الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه والذي ذكر أن هذه الآيات المباركات هي أول نعمة أكرم بها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في أمر نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام ولما كانت هذه هي الآيات الأولى التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أن القرآن كما تبيل لنا في درسنا الماضي أن رسالته وأن قضيته هي الهداية وأن الهدى هو الأمر الذي جاء به هذا الكتاب وأن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل عليه سيكون هاديا كما قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فالذي أدخله في هذا الوصف إنما هو نزول هذا الكتاب العظيم عليه كتاب الهدى فصار النبي صلى الله عليه وسلم بنزول القرآن عليه خلقا آخر فصار هاديا عليه الصلاة والسلام هذا الهدى الذي جاءنا في القرآن وكما قلنا ونقول ونكرر ذلك في دروس التفسير لأننا نجد هذا الأمر حاضرا في القرآن العظيم إن الهدى المقصود به هذا الإنسان لأن هذا الإنسان هو مقصود رسالات السماء فما أنزل الله عز وجل هذه الكتب وما أرسل الرسل إلا من أجل هذا الإنسان فهو مقصود رسالة السماء هذا الإنسان هذا المخلوق المكرم وهذا الهدى عندما يتعامل مع الإنسان وعندما يتصل هذا الهدى بالإنسان فإنه يحدث له صلاحا في ثلاث محاور رئيس من هذا الإنسان أولها وأعظمها ومحورها وبؤرتها هو إصلاح تفكيره وإصلاح تفكيره يعني إصلاح قلبه وإصلاح قلبه يعني إصلاح عقله لأن هذا العقل هذا مسكنه كما أخبر الله عز وجل عنه وهو هذا القلب فلذلك إصلاح تفكير الإنسان إنما يعني إصلاح عقله وإصلاح قلبه وإصلاح التفكير هو الأساس وهو في البؤرة من إصلاح هذا الهدى للإنسان لأنه بإصلاح تفكيره يصلح ما بعده من إصلاح قوله وإصلاح عمله وتزكية نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا التأصيل العظيم بقوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فمتى ما تحقق الصلاح لهذا القلب فينشأ عنه الصلاح من بعده وهو صلاح قول الإنسان ولذلك كما قلت إذن هذا الهدى أول ما يتجه إلى تفكير الإنسان فيصلح هذا التفكير وصلاح تفكير هذا الإنسان معياره معياره هو أن ترى ما تحقق من صلاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تفكيره وعقله وقلبه وأن هذا الصلاح مذكور في كتاب الله عز وجل فإن الكتاب الكريم يمثل المصدر الأول والرئيس لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أن تواجد ذلك في سنته عليه الصلاة والسلام ثم تجد ذلك في المصدر الثالث وهو هذه السيرة النبوية التي هي الواقع العملي لتطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدل القرآن فإذن هذا هو المقياس الذي تعاير به مدى الصلاح الذي وصلت عليه عندما حصل هناك تواصل وعلاقة فيما بينك وبين القرآن فيكون هذا المحل الأول الذي تفقد فيه الصلاح وأعمل فيه الهدى لتحقيق الصلاح فيه ثم الأمر الثاني وهو تصحيح وإصلاح التعبير إن أول ما يظهر صلاح التفكير أول ما يظهر ويدل على صلاح التفكير إنما هو صلاح التعبير فإن الله عز وجل في القرآن بيّن لنا صلاحا هذا التعبير فقال الله عز وجل في القرآن وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه فليقل خيرا أو ليصمت وأخبر عن بيان المسؤولية عن الكلمة في خبر معاذ رضي الله عنه عندما قال له ألا أدلك بجوامع ذلك كل أي التوجيه والبيان فأشار إلى فمه وإلى فرجه وقال أحفظ عليك هذا وهذا فقال معاذ رضي الله عنه يا رسول الله أَوَإِنَّا لَمُؤَخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمْ قَالَ تَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَادِ وهل يكبُّ الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم فالمسلم يرسل الحق والخير والمسلم لا يرسل الباطل والشر والمسلم محطة تصفية لكل باطل وشر ولكل ما لا يتفق مع أمر الله عز وجل فيكون قوله ولسانه محطة تصفية لهذا التعبير ثم الأمر الثالث وهو التدبير ويكون أول ما يكون بتيسير هذا العلم الرباني حتى يستطيع الإنسان أن يعمل بذلك وأن يعمر الأرض وفق طاقته وقدرته بمراد الله عز وجل فالحاجة إلى تيسير هذا التدبير فإذن هذه أمور ثلاثة فإصلاح التفكير ثم إصلاح التعبير ثم إصلاح التدبير بتيسير هذا العلم والله عز وجل أخبرنا في القرآن أنه يسر هذا الذكر فقال عز من قائل مخبراً عن تيسيره ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وقال في تيسير العمل قال الله عز وجل لا يكلف الله نفساً إلا وسعها وقال الله عز وجل يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر ولما كانت سورة العلق أول ما نزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في أمة ما خلا فيها من نذير ولكن الحاجة ونحن نقف مع أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى نرى ما مدى النجاح الذي حققه وحتى ندرك ما مدى حاجة البشرية إلى هذا الإسلام وإلى هذا الوحي وإلى رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لنرى كيف النبي صلى الله عليه وسلم باشر ذلك الأمر وهل كان في طريقه من الصعوبة والمؤونة والعقبات والمعوقات وحتى تكون لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام المكانة اللائقة في نفوسنا ونحن ندرك جهده وما بذل حتى يصل إلينا هذا الدين وهذا الإسلام فإن الحاجة تستدعي أن نقف وقفة يسيرة مع الواقع الذي كانت فيه البعثة النبوية فإننا نجد أن القرآن الكريم يخبرنا عن ذلك ومن أراد أن يعرف التقويم الصحيح والتفسير الصحيح لما حدث في التاريخ فلا يمكن أن يجد ذلك على الحقيقة إلا عندما يرجع إلى كتاب الله عز وجل فإن كل من كتب عن التاريخ فإنما يبني ذلك على الآثار والحفريات وعلى ما كتبه الناس أما من رجع إلى كتاب الله عز وجل فإنه يرى وإنه يجد وإنه يصل إلى التفسير الحقيقي لكل ما حدث في التاريخ فإن للقرآن قراءته الخاصة لأنه وحي من عند الله عز وجل وأن للبشر أن يصلوا إلى ذلك دون علم من علم الوحي وخذ على سبيل المثال فإن كل من كتب أو جل من كتب عن التاريخ القديم فإنهم يذكرون الإنسان وبدايته أن الإنسان كانت بدايته بدائية وكانت في جانب العبادة أنه كان عابداً للأشجار والنجوم والشمس والقمر والكواكب وغير ذلك وأنه بترق العقل وصل إلى التوحيد حتى أنهم يقولون أن الملكة أن الفرعون إخناتون هو مأول الموحدين حيث وحد الناس في مصر على عبادة إله واحد هو الشمس بينما عندما نقف مع القرآن ليدلنا على التاريخ الوجود للإنسان على ظهر هذه الأرض فيعطينا القرآن أن بداية الإنسان كانت مع الإيمان والتوحيد وأن وحي الله عز وجل هو السابق إلى هذا الإنسان تعليماً قبل أي تعليم من أي جهة كائنة ما كانت إذن هذه قراءة التاريخ في كتاب الله عز وجل إذن ثم بعد ذلك إذا كانت هذه البداية فهي بداية مع الإيمان أليس الله أخبرنا أن الأصل لبني آدم هو آدم وأن الله عز وجل هدى آدم بعد خروجه من الجنة ومرتكبه من المعصية أن الله تاب عليه ثم هدى فنزل مهدياً بهدى الله أليس الله أخبرنا أن آدم قد علم الأسماء كلها تعليماً أبهر الملائكة إذن هذا هو الإنسان الأول إذن ارتباطه بالعلم ارتباطه بالإيمان ثم ارتباطه بالاجتماع إلى الافتراق كان الناس أمة واحدة إذن هم مجتمعون على هذا الإيمان والتوحيد ثم أن هدى الله عز وجل كان أول معلم لهذا الإنسان لأن الله قال لآدم وزوجه حال نزولهما من الجنة إلى الأرض فإما يأتينكم مني هدى فإذن هذه أصول وهي تفارق جل من كتب في التاريخ القديم إذن هذا الفارق بين القرآن وغيره ووفق هذا الأصل العظيم ذكر الله جل جلاله مساراً لتاريخ الأمم في القرآن وربط وربط ذلك التاريخ بهذا الأصل والغاية التي خلق الإنسان من أجلها وهي قضية عبادة الله عز وجل وحده فكان الإخبار عن الأمة ومعيار السلامة فيها ومعيار الفشل فيها بمقدار تحقيقها لهذا الأصل العظيم وأنه جل جلاله له سنن في التعامل مع الأمم وتلك السنن مرتبطة بهذا الأصل فقوم هود برعوا في أمر علم المادة وعمارة الأرض عمارة مادية لكنهم فشلوا ولم ينجحوا في ذلك الأصل العظيم الذي خلق الإنسان من أجله عبادة الله وحده وكذلك قوم فرعون وكذلك قوم ثمود فلذلك ماذا قال الله عز وجل قال ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إذن هذا تفسير للتاريخ فإذا أدركنا بداية الإنسان وأدركنا المعيار الذي يعاير عليه التاريخ وفق ما جاء في القرآن فهنا البيئة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم والمرحلة التي سبقت نزول إقرأ ما هي فإذا تأملنا فإننا نأخذ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشعرنا على وجه الإجمال بالحالة التي كان عليها الناس في هذه الجزيرة بل وعلى ظهر الأرض كلها إذ يقول عليه الصلاة والسلام إن الله نظر إلى أهل الأرض أي في تلك المرحلة قبل بعتته صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب إذن هذا الإخبار يدلنا على الحال التي وصل إليها الناس والتي يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإخبار وأيضا يقول المقداد رضي الله عنه يقول والله لقد بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان فكان هذا الأمر الذي ملئت به الأرض فالناس يرون أن أفضل الدين عبادة الأوثان عبادة الأصنام قال فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق به بين الولد ووالده رواه الإمام أحمد إذن هذه هي الحال إن نظرنا إلى جانب الحياة المادية في مقابل هذا النزول الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلو نظرنا فقط إلى حال قريش في الجاهلية فإنه بعد أن تمكن قصي من أن ينزع السلطة من خزاعة ويردها إلى قريش وأن يجمع قريش في داخل مكة وأن يقوم بذاك العمل في توطينهم وفي الربط فيما بينهم وتقسيم الأعمال بين أولاده التي تدار بها حياة الناس ثم يأتي من بعده هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم لينقل الأمر نقلة أخرى في أمر التمدن والحياة للناس فإذا به يبدأ يعمل تلك الشراكات والتواصل مع من هم حول قريش ويحدث ذلك الإيلاف الذي أخبر الله عز وجل عنه في القرآن ويرتبون على ما كان عند العرب من مكانة لهذا البيت من بقايا ما بقي من ملة إبراهيم عليه السلام في نفوسهم فكانوا يأتون إلى هذا البيت حجاجا ومعتمرين مع ما أحدثوه من تغيير في مناسك الحج فكان لذلك الأمر مكانة لقريش إثرى مجاورتهم للبيت وخدمتهم للحجيج وإكرامهم لهم فكان لهم تلك المكانة فعندما جمعهم قصي في وسط مكة فإن هاشم كمل على ذلك الأمر فأحدث ذلك الإيلاف والتواصل الذي ترتب أو رتب عليه ذلك العيش الذي كان فيه أهل مكة إذ كانوا يتاجرون لقبائل العرب وكان بين العرب من القتال والنزاع ولا يأمن الرجل منهم أن يسافر وكان القرشي يقطع هذه الجزيرة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ويجد الأمن ولذلك كان مهنة قريش هذه التجارة والتي ترتب عليها أن تكون أن يكون الثراء حاضرا فيهم وأن تكون حياتهم إلى التمدن أقرب وأن يكون العيش فيها إلى اليسر أكثر وذلك لما حدث من الإيلاف الذي أحدثه هاشم والذي يمتن الله عز وجل به على قريش إذ المحور في ذلك الإيلاف إنما هو مكانة قريش بسبب مجاورة هذا البيت العتير إذن هذه من حيث الحياة الدينية تلك الجاهلية الجهلاء ومن حيث الحياة المدنية فقريش هي تقوم بتلك الحركة في التجارة والتواصل في داخل الجزيرة وخارج الجزيرة بل إن الصراع الذي كان بين فارس والروم أدى إلى انقطاع الخط البري بين العراق والشام فكانت تجارة الهندي تصل عبر البحر إلى اليمن وقريش تأتي لتحملها وتنقلها إلى الشام فكانت إذن تلك الحال التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهي ظلمة من حيث الغاية وهي العبادة وهناك من حيث الحياة فهناك أمر يتحرك به الناس وفي ظل ما أشرت إليه في مثل هذا الظرف وذلك الحال وأن الله سبحانه وتعالى مقت أهل الأرض وأن البشرية أصبحت على حافة هاوية في الهلاك ونزول العقاب العام عليها ولكن الله عز وجل الرؤوف الرحيم العليم الحكيم أخرج البشرية مما هي متجهة إليه من الهلاك ببعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبنزول هذا الكتاب المهيم الكتاب الخاتم الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم هيئة بتلك الإرهاصات لبعثته هيئة قريش والجزيرة بحادثة الفيل وحادثة الفيل لها مغزا عظيم أشار العلماء إليه ومما ذكروا في ذلك ومن أدق ما ذكر في هذا الباب أن حادثة الفيل لكي تدرك قريش إذا ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تمتن بأنها هي من تحمي البيت فإن البيت يحميه رب البيت جل جلاله وهذا المعنى العظيم فكان تهيئة ثم هيئة صلى الله عليه وسلم لنزول الوحي عليه بتسليم الأحجار والأشجار في هذا البلد وسبحان الله هذا البلد الحرام الذي اختاره الله عز وجل لبعتة رسوله صلى الله عليه وسلم يلهم أحجاره وأشجاره أن تعرف أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرف هو أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول إني لأعرف حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث يقول السلام عليك يا محمد السلام عليك يا رسول الله وكانت الأشجار تسلم عليه إذن هذا إرهاص أيضا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أنه حبب له الاختلاء فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد فكان صلى الله عليه وسلم هذا من شأنه وفي شهر رمضان رمضان الذي بعث فيه كان يتعبد ويتحنث في غار حراء كعادته صلى الله عليه وسلم من كل عام فاختلى في الغار وفي ليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان وفي يوم الاثنين كانت تلك البداية لالتقاء الأرض بالسماء التقاء الأرض بالسماء بنزول هذا الوحي المبارك على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام فنزل عليه بتلك الآيات المباركات اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه هي الآيات التي كانت بداية النزول لهذا الكتاب العظيم بها والحديث معلوم فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الحدث الجلل بالنسبة له وذلك اللقاء العظيم الرهيب فيما بينه وبين أمين الوحي جبريل عليه السلام وماذا كان له من أثر كبير على نفسه في بداية ذلك اللقاء هذه الآيات على قلة عددها كآيات وقلة عددها ككلمات لكنها حقيقة وضعت تصورا كاملا للدين كله تصورا كاملا على وجه الإجمال والكلية والكلية إذ تضمنت الإخبار عن المرسل والإخبار عن الرسالة والإخبار عن الدليل الذي يقوم به الإقناع بذلك كله أربعة أمور الرسالة والرسول والمرسل والدليل المجمل الذي يبني اليقين والاقتناع بذلك كله ولما كان الأصل في هذه الأربعة أمر المرسل فلذلك كان التفصيل في هذه الآيات الخمس على موجه بالدرجة الرئيسة فيما يتعلق بالمرسل وهو الله سبحانه وتعالى فهو الذي أرسل هذا الرسول للناس اقرأ القراءة لغة الإظهار والإبراز القراءة لمكتوب ولمتلوب والقراءة هنا لمتلوب القراءة أعطت إشعارا ببدء النبوة وإشعارا بالرسالة اقرأ هذه الكلمة العظيمة وآيتها الأولى في هذه السورة اقرأ باسم ربك الذي خلق إن فيها منهجا عظيما وفيها خبرا جليلا وقف العلماء عبر تاريخ هذه الأمة وهم يتدبرون القرآن ويتدارسون القرآن وإذا بهم يصلون إلى معاني عظيمة جليلة ويستبينون منهج هذا الوحي لأنهم درسوا اقرأ ودرسوا الآيات الأولى من صدر سورة العلق بعد قراءة هذا الكتاب العظيم ليتبين لهم أن تلك الآيات القلائل في عددها وفي كلماتها لكنها العظيمة في معانيها ومنهجها وهذه وقفة ستكون لنا بإذن الله عز وجل في درسنا القادم نقف مع اقرأ باسم ربك الذي خلق وما ذكره العلماء من منهج ومعاني عظيمة ارتبطت بهذه الكلمات القليلة لكنها عظيمة لأنها من عند الله ولأنها كلام الله ولأنها كانت البداية للنبي الخاتم والبداية من هذا الكتاب المهيمن على الكتب كلها فإلى لقاء ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا إنه سميع مجيب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر